في هذا النقل المباشر و في حضورهم المباشر معنا في هذا المؤتمر هذا المؤتمر يأتي في إطار المؤتمرات الاستثنائية للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بداية أحمل إليكم وأهديكم تحيات سيدي القائد العام السيد المشير ركن خليفة بالقسم حفتر الذي يشرف شخصيا على سير المعارك في كل مناطق الاشتباكات الآن سواء في غرب بنغازي سواء في منطقة راستنوف أو منطقة الهلال النفطي كذلك ننقل لكم تحيات القوات الجوية و عمليات العامية الرئيسية للقوات المسلحة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تحقيق التقدم الناجح للقوات و من أجل وضع وتنفيذ الخطة العامة الصادرة في أمر العمليات الخاص بالمعارك و بؤر التوتر في هذه اللحظة سأتحدث قليلا قبل الذهاب إلى راستنوف سأتحدث قليلا على الانتصار اليوم في العمارات الأقناش في بنغازي في غرب بنغازي بالتحديد اليوم هناك تقدم ممتاز جدا لقواتنا المسلحة الآن تقريبا المعركة ليست في نهايتها و إنما في الرمق الأخير و لم يتبقى من عمارات تحت العدو إلا عمارات محدودة جدا و المعركة ستكون الفاصلة في الساعات القادمة بإذن الله تعالى ستكون المعركة الفاصلة في العمارات الأطناش و بذلك تنتهي هذه المنطقة و نعلن إن شاء الله تحريرها في الساعات القادمة اليوم قدمنا في هذه المعارك سبع شهداء منهم خمس شهداء من الكتب 17 صاعقة ولكن القوات تقدمت بشكل جيد الألغام كانت عايق حقيقي ولكن قواتنا مسلحة استطاعت استياز خطوط الدفاع و استياز خطوط الألغام بجدارة كبيرة جدا أصبحت لم تصبح الآن و لم يبقى أمام العدو أي مفر آخر إلا الموت أو الاستسلام إذا كان هناك بقى منهم حي في هذه اللحظات إثر ضربات القوات الجوية الآن و ضربات المدفعية و بعد إعطاء كل الفرص الإنسانية إعطاء كل الفرص والهدن التي كانت بالإمكان الاستفادة منها من الطرف الآخر ولكن للأسف لم يستفد منها و أصبح الآن بين أمرين في ساعات ستنفذ و سينتي هذا الأمر و سيزد الستار على هذه المنطقة بالكامل فعليهم السلامة و النجاة بأنفسهم و تسليم أنفسهم للقوات المسلحة العربية الليبية في خلال الساعات القادمة أو في خلال الساعة أو الساعتين القادمات قبل بدء الهجوم الكاسح على ما تبقى من جيوب أصلا هي أصلا جيوب منتهية الموقف العام في المنطقة الوسطى في الهلل النفطي بعد يوم الأمس طبعا الأمس كان عندنا تسع شهداء حوالي 11 جريح منهم ثمانية جروح قوية و متوسطة مجموعة تقريبا ثلاثة جروح خفيفة أحداث العامس توقفنا في المتمر العامس أن هناك ضربات ليلية سنتحدث على ضربات الليلية نتائج ضربات الليلية نتائج ضربات الصباح اليوم كما سنتحدث على آخر تطور في هذه المنطقة و في هذه الساعات بالتحديد الموقف العام ليلة البارحة رصدنا مجموعات مسلحة تأتي من مدينة مصراتة إلى قاعدة الجفرة أو منطقة الجفرة في وسط ليبيا مجموعات آليات مسلحة سيارات تحمل دبابات و دروع و مدفعية صاروخية رصدنا الكثير من تحركات من مصراتة إلى الجفرة وهذه القوة تنوي دعم من دخل إلى منطقة راس لنوف هناك كذلك رصدنا دعم من منطقة سبها لنعلم هل هو تابع للقوة الثالثة التابع لمصراتة أو للقوة الشادية وتقريبا هي للقوة الشادية التي تتمركز في سبها هذه السيارات تقدر بـ 27 آلية مسلحة دخلت صباح هذا اليوم إلى منطقة جفرة السوكنة هون و الدان و دخلت السحران في اتجاه إلى منطقة حقول النفطية و منطقة هلال نفطي و تقريبا الآن وصلت منطقة هراوة وتتقدم نحو منطقة الحقول الهلال النفطي بالتحديد نحو منطقة بن جواد كذلك رصدنا الليلة البارحة عدة و توصلنا إلى عدة معطيات تدل دليلة قاطعة على أن حدث هناك تحالف ضد القوات المسلحة في هذه المعركة مثل ما حدث هذا التحالف من يد بنغازي من يد بنغازي حربنا داعش حربنا أنصار الشريعة حربنا الدروع الإخوانية و العسابات الإجرامية في خندق واحد ضد القوات المسلحة العربية الليبية و الآن نعلن في الساعات القادمة بإذن الله انتهاء هذه الجيوب الكامل كذلك من خلال المتابعة التي قمنا بها و المسح لبعض المواقع و المتابعة الإعلامية و المتابعة الميدانية للاستخبارات و المخابرات العامة و وجدنا أن هناك اجتماعات عقدت في عدة مدن منها طرابلس و مصراتها من أجل تنفيذ هذا الهجوم حضروا هذه الاجتماعات قادة من تنظيم القاعدة و كذلك قادة من تنظيم الأخوان المسلمين و كذلك بعض شخصيات قد تكون محسوبة على المجلس الرئاسي لن أعلم ذلك و لكن مثل رمضان مثل سويحلي كان عبد الرحمن سويحلي كان حاضر لاجتماع سر جدا و استخدمت فيه تقنية التشويش حتى على التلفونات حتى يتم التشجيل أو استخدام الهواتف داقل هذه الصالة و كان حضور هذا قادة هذه الميليشيات كانوا في حضور في هذا الاجتماع و هناك شخصيات من مجلس الرئاسي كانت حاضرة لاجتماع و التالي هناك ربط نعلن عنه الآن أن هذه المعركة حالفت فيها كل القوى الإرهابية المتواجدة في غرب ليبيا ضد القوات المسلحة في شرقها و خاصة الاستلاء على الهلال النفطي من أجل الحصول على ورقة سياسية و ورقة اقتصادية للمساومة عليها حقيقة أصبح النفط الليبي و أصبحت العاصمة مركز من مركز الصراع الآن في جماعات الأخوان المسلمين و القاعدة تتصارع في طرابلس للاستلاء و السيطرة على العاصمة و الآن يريدون السيطرة على الهلال النفطي من يكسب السيطرة على هذه النقطتين و بالتالي لديه القوة الأكثر على الأرض هكذا هم يظنون و لكن القوة الحقيقية التي منحها الله للشعب الليبي هي القوة التي نحن نعول عليها في القوات المسلحة العربية الليبية و نعول على الحق الذي نقاتل من أجله و دائما نكر في هذه كلمة نحن نعول على الحق الذي نقاتل من أجله و نعبر بهذا القتال على التيار الوطني الشريف الذي لا يرضى أبدا أن تهان الأرض الليبية و لا يرضى أبدا أن تهان الليبية و لا يرضى أبدا أن يحدث ما حدث في بنغازي أو في درنة أو في جدابيا أو في طرابلس من اغتيالات و خطف و غيرها من الأمور التي تعتبر خرق للأمن الوطني ليلة الباريحة بعد المتمر احنا أضعنا على و أعطينا إعلان أساس أن هناك ضربات ليلية بالفعل أثناء المتمر كانت هناك طائرات في سماء منطقة راس لنوف استهدفنا المنطقة من راس لنوف حتى بنجوات حتى هروا بالكامل بطلعات جوية ليلية استهدفنا خلالها عدة أهداف من ضمن تسع أهداف رئيسية من ضمن هذه الأهداف رتل سيارات على ما يبدو كانت تحمل القادة أمام فندق راس لنوف أثناء هبطوا من السيارات قمنا بقصفهم بالكامل واستهدفنا تجمع للأليات واستهدفنا مع تمركز القوات الشدية تسع أهداف كانت من أهداف رئيسية بالإضافة إلى حوالي ستة أهداف فرعية عبارة عن استقافات أو سيارات تتحرك داخل منطقة راس لنوف استطعنا وعلى ما يبدو على فكرة سأعطي هنا أمر هام جدا وهذا الأمر يريد حتى العالم الآخر يستفيد من تجربة ليبية نجاحات القوات المسلحة يجب أن تعمم على العالم لأن هذه الحرب لم تدرس في الكلية العسكرية لم تدرس في الأكديمية العسكرية بل هي حرب استثنائية ضد تنظيم استثنائي هذه التنظيمات تنهزم وتخرج من المعركة عندما يقتل القائد أو يقتل الأمير في هذه المجموعة أو يقتل من لديه المال في هذه المجموعة فهي تنحل بشكل مباشر وأعتقد أن الآن فرارها من أرض المعركة في هذه اللحظات من رأس لنوف يدل أن ضربات القوات الجوية كانت وراء استهداف بعض القادة من هذه الجماعات واستهداف بعض الرموز الإرهابية التي كانت تشارك في هذه العملية الموقف حتى الصباح نفذنا حوالي 15 طلعة ليلية في الصباح نفذنا ثلاث طلعات متتالية آخر طلعة كانت تقريبا الساعة الخامسة أو الخامسة والربع ميك واحد وعشرين قبلها كانت ميك ثلاثة وعشرين بإن وأصابت أهدافها بدقة متنية ورجعت بحمد الله وفضله إلى قواعدها سالمة أبرز الأهداف لليل بالحة مضربها كذلك هو هدف خطير جدا هي مجموعة ومنظومة الدفاع الجوي أوسا وهي منظومة حديثة روسية الصنع تم استراد منها مجموعات في نهاية الثمانينات إلى ترابلس إلى الدفاع الجوي ترابلس والآن تستعمل ضد القوات المسلحة العربية الليبية هذه المنظومة هي منظومة الدفاع الجوي ميدانية يعني مخصصة لحماية القوات البرية أثناء التقدم وسد الثغرات في الدفاع الجوي البارح دمرنا لخمس عربات لهذه المنظومة تم تدميرها بالكامل نطمن لكل المواطنين أن القوات الجوية لديها حساسات خاصة بالرادارات سواء هذه الرادارات مترية أو سنتيمترية أو ديسيمترية لديها حساسات لكل نواع الترددات وبالتالي عندما تلتقط أي إشعاع راداري يتم قصفه بصواريخ الميمراء بشكل مباشر صواريخ مضاد الرادارات بشكل مباشر وبالتالي نطمن كل المواطنين أن هذه الأمهور محسوبة في القوات المسلحة ومحسوبة الخطة العامة تضمن الحماية من صواريخ الدفاع الجوي الليلة البارحة بدأت تنتقل الوحدات الرئيسية التي أعلننا عنها وحدات التي الإسناد ولكن لما وصلت إلى نقاطها تحولت من قوات الإسناد إلى قوات رأس حربة كتائب كثيرة وصلت من منطقة العسكرية الشرقية من منطقة بنغازي منطقة إجدابيا من أوجلة سرية 103 من عدة مناطق إلى منطقة العقيلة وانطلقت في هجوم نحو أو هجوم مضاد نحو منطقة راستنوف البارحة أو على المغرب أمس كان هناك فيه بداية هجوم مضاد ولكن صدرت الأوامر برجوع القوات ليعطاء فرصة للقوات الجوية لتنفيذ ضربات تكتيكية وبالفعل كانت هذه الضربات ممتزة جدا واتاحت اليوم الفرصة لقواتنا المسلحة أنها تتقدم المعركة لست فيها أي نوع من قلق وفيش داعي أن الواحد يأخذ أي تعبير آخر ويأخذ أي نوع أو يسمع من الإعلام الآخر ويسمع من الإعلام الكاذب والتظليل البارح في الجدائب أو شنو والسيادة العميد عبد السلام الحاسي في دبي عبد السلام الحاسي موجود في غرفة العمليات الآن كنت مجتمع معاه السيادة العميد المنفور موجود في العمليات كنت مجتمع معاه وكل أفراد قوات المسلحة الآن فيما وقحهم بالكامل لا يوجد الآن عسكري موجود في بيتها كل العسكريين الآن في أعمالهم سواء بموجب قانون النفير سواء بموجب قانون الطوالي الآن عنها في قوات المسلحة منذ بداية عملية الكلامة كل الإدارات والهيئات الآن والرئاسات كلها في ميدان المعركة والمعركة التي سيطلها هذه المعركة ليست معركة ضد مدينة إذا سقطت هذه المدينة تسقط كل شيء أو ضد قاعدة جوية إذا سقطت هذه القاعدة تسقط كل شيء ضد اقليم بالكامل اكثر من خمسين مدينة وقرية اكثر من عشر قواعد جوهية عشرات وبلل مئات المعسكرات اذا كان صار حدث او خلل في نقطة ما هي لا تمثل شي فكل الوحدات وكل المدن تتقدم وهذا ما جعل الليل البارحة كل الوحدات المسلحة التي خرجت من العمليات سواء في بنغازي او الوحدات تم اعداتها وهذا شيء ايجابي ونعلن لأول مرة هناك وحدات تدخل المعركة لأول مرة هذه تم اعداتها وتدريبها الآن جنود جدد الضباط جدد الآن هذه الوحدات دخلت المعركة الآن القوات التي دخلت الآن حقيقة تنفذ واجب ممتاز جدا سواء الكتيبة 210 التي تنتقلت من بنغازي الكتيبة 106 مجحفلة الكتيبة 131 مجحفلة الكتيبة 152 مشاه الية الكتيبة 21 مشاه الكتيبة 101 مشاه وكتيبة 164 مشاه وهناك عدد من كتائب والصراي الأخرى الآن تقطع في قرن الإرهاب في منطقة راس لنوف وسنتحصل بإذن الله بعد قليل على بلاغ غرفة عمليات سرتي الكبرى الذي نعلن فيه نهاية العمليات الرئيسية في منطقة راس لنوف محادث البارح في راس لنوف في المدينة السكنية الجريمة ضد الإنسانية قام بها اثنين من هذا التنظيم بقتل كل من شكه فيه أنه هو داعم القوات المسلحة كل من هو ضدهم تم تصفيته صفة كثير من الشباب هذه معركة أخرى قانونية وإدارية ونحن سنتصدل بإذن الله بالأساليب القانونية وبالأساليب العسكرية والأمنية وكل واحد بإذن الله سيأخذ حقه من هؤلاء السفهاء والقوات المسلحة لا تعمل بأسلوب أسلوبهم نحن قواتنا تعمل بأسلوب القيادة والسيطرة والعمليات ما معنى ذلك القيادة والسيطرة والعمليات هناك قيادة تضع أمر عمليات هذا الأمر يسيطر به الأمر على وحداتها وعنده ساعة التقدم وساعة اتخاذ القرار وساعة كذا والعمليات تنفيذ هذا الأمر على الأرض هذا هو تسلسل القوات المسلحة العربية الليبية تسلسل علمي تسلسل تقني عالي جدا ونفذه في ضباط وكفاءات عالي جدا وخبرات في ضباط الصف وجلود الآن الموقف ممتاز جدا قواتكم الآن نستطيع لا نريد حقيقة أن نعطي المعلومات كلها لعندي لأن العملية تجري الآن كل ما مطلوبكم الدعاء كل ما مطلوب من الشعب الليبي الآن الوقوف خلف القوات المسلحة وأن الثقة تزداد في القوات المسلحة خاصة بعد نجاحها في هذه الساعات النجاح الباهر لن نعلن عن نهايتها إن شاء الله بعد نستلم بلاغ غرفة عمليات سورتي كبرى وغرفة عملية الرئيسية بالقيادة العامة أود أن أشكر لجهة الدفاع في البررامان التي صراحة كانت أتصال به بشكل طلال ميهوب وطارق جروشي النواب صراحة شرفاء كانت أتصال به طول اليوم من أمس حول هذا المضوع نشكر النواب الشرفاء الذين تأخذوا بيانات قوية جدا ونتمنى أن تتصبق على الأرض نشكر الأعيان والحكماء الذين وقفوا مع القوات المسلحة نشكر شباب المناطق نشكر ساحات الاحتصام الذين أصدروا بياناتهم دائما لقوات المسلحة العربية الليبية ولكن لم نصل بعد إلى أن نعلن عن حال التعبية عامة لأن الأمور تحت السيطرة والأمور ممتازة من حتى قبل بدء الهجوم نحن نعلم ماذا نفعل وأثناء الهجوم نعلم ماذا نفعل وبعد الهجوم نعرف ماذا نريد هناك أشياء تكتيكية قد لا نريد أن نضحها في الرأي العام لأن هذه أمور عسكرية صرفة وبالتالي أنت تدهمك من نتائج وبإذن الله نتائج إيجابية ممتازة جدا وكل من يدخل في هذه المنطقة عليه أن يحسب حساب الضربات السابقة وإن يتعلم من تلك الضربات كرر علامة السهلة والتي قلت فيها الآن لأن تحداه قلتها ثومة جديدة تحداه أمامكم جميعا يطلع الآن يكررها تحداه أن تحصل على الهجوم هذا الهجوم لم يكن هل هجوم الأول لماذا لم يكن هناك خطوة أصفه ثم أن تحصل على الهجوم دفاعي في راس نلوف وفي الصدراء لأن هذه العملية ستحصلة لجيء منظمة نفطية السؤال الثانية العقيد هو يوم آمس تحدثت عن أربع شخصيات من القاعدة هي التي تقود هذه العملية تحصلنا المعلومة أن أحدهم يدعى الحسناوي من منطقة سبها ومع جنوب أحمد الحسناوي إذا كان هناك توضيح عن شخصيات الثلاثة الأخرى شكرا إن شاء الله أولا بالنسبة للعملية سورة الكبرى كانت تحتمد على القوات المتقدمة الآن في الجانب ولكن نظرا للإرهاق الذي حدث في المعركة الحقل المبروك أصبحت القوات تم وضع القوة على مسافة أكثر من 160 كيلومتر كان الدفاع في جهة الغرب وجهة الجنوب قد يكون هذا سبب في نقاط ضعف في خط الدفاع ولكن انسحابنا للخلف كانت بسبب المدنيين سواء في السكنية وبسبب المنشآت النفطية اللي موجودة في منطقة الاصطنة والصناعية ووضعت التدابير على أساس أمور عسكرية آخرى لأن لا أريد الآن أتحدث فيها ستتحدث فيها آما غرفة سرطة الكبرى ستتحدث فيها العاملات في القيادة العامة وبالتالي نحن ندع هذا السؤال إلى فيما بعد انتهاء المعركة حتى نؤثر على بعض المعطيات الآن على الأرض السؤال الثاني عن القيادات التي بقيادات الآن نحن لا القيادات تقريباً لا توجد قيادات أصبح عام الماضي تقريباً تقريباً على ما أعتقد أصبح عام الماضي مثل الشركسي وغيرة 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 وجذران القيادات هي التي تقود الوطن ليس دم الوطن قيادات التي هي تحالفه أحمد حسناوي أخي الحسناوي الذي ضربوه الأمريكان في غارة جوية تقريباً في شهرين فاتن في منطقة الوسط وهو من تنظيم القاعدة وهو يتحكم في كل منطقة فزان وهو المسؤول الأول على مداد حركة أزواد وحركة شبال الأخرى حرام بوكو حرام والقاعدة في جنوب الجزائر هو المسؤول عن دعمها من خلال الحدود الليبية سواء بالذخائر سواء بالأسلحة وهذه حقيقة أصبحت تنظيمات ليست تنظيمات محلية ولا وطنية أصبحت تنظيمات لا تحترف بالحدود وبالتالي حاربها ضد كل المنطقة بالكامل إذا كان المنطقة ما تقوش مع بعضها حتطول هذه المعركة ولكن فيما لو كان هناك تحالف دولي تترضى التحالف أو تحالف مناطقي إقليمي تترضى التحالف فنجح في صد بشكل سريع جدا سيدة العقيد رجب ليبلو قناة ليبيا الحدث السؤال لك هناك من تحدث عن غربة عمليات أجنبية تقوم بالتخطيط لهذه الجماعات التي قامت بالهجوم مؤخرا على الهلال النفطي أرجو أن تظلنا توضيح معين حول هذه غربة العمليات التي يعتقد بأنها متواجدة في منطقة الجفرة السؤال الثاني ليلة الأمس تحدثت عن مقاتلين ضوي بشرة صمرا هاجموا بسيارات مدرعة هؤلاء المقاتلين من أين أتوا وما هي جنسياتهم تحديدة أولا غرفة العمليات تقود هذه القوات نحن لا سبعة شيء حقيقة نحن لا سبعة شيء لنا العدو الذي حاول تدمير ليبيا أول ما حاول تدمير القوات المسلحة العربية الليبية وكل الجيوش العربية مستهدفة بهذا التدمير وبالتالي نحن لا نستغرب أن يكون هناك أجنبي مساند لهذه القوة ولا نستغرب كذلك لا نستغرب كذلك القيادة المباشرة لأجانب لهذه القوة لكن لم نجد لحتى هذه الساعة الدليل القاطع حتى نعطيه لكم ونكون نحن مستهدفين على هذا الخبر الثاني نحن المجموعة لأتت معهم نحن معرفين حتى بالأسماء وهم الضباط صابقين في جيش التشادي ومتمردين على جيش التشادي وهم فصلوا عننا وأعيد وأكهرر وأنتم شفت في مؤتمر سابق أن حكيت أن السيد العيدة التواتي تكلم في المؤتمر الوطني العام في 2012 تقريبا 2013 على قوة الشادية داخلتها ليبيا تطارتها قوة الشادية هذا الكلام صحيح هذه القوة داخلت من جبال تيبستي كانت تدرب في المعارضة الشادية في جبال تيبستي ومن جبال تيبستي قامت القوات الشادية بعدد اثنين ألوية بالدخول عليها وتم اطارتها من الشاد ووصرتها حتى منطقة أم لرانب حوالي دخلت وراها في الأراضي الليبية حوالي 100 كيلو داخل الأراضي الليبية القوات الشادية الرئيسية الرسمية دخلت وراها هذه الفئة لهم القوات المعارضة وهم على فكرة كلهم من قبيلة القرعان وأسمائهم حتى أن الآمر تاحم هم أسماء أم لامين وموسى ومهدي كلهم ضباط عميد مقدم رائد شفتها تكشف الأسماء بتاحم وتواجدوا في منطقة تمنرانب في منطقة سبهة وبعد ذلك تحالفوا مع القوة الثالثة لتابعة لمسراتها وتم تكليف شخص اسمه عبد الرؤوف من المسراتها بالإشراف على هذه القوة من حيث الإمداد بالمال والإمداد اللوجستي ونقلوها من تلك المنطقة إلى منطقة الوشكة جنوب منطقة سوكرا 60 كيلو ووضعت في تلك المزارع في معسكرات في تلك المزارع قصفنا هذا المكان نحن أكثر من مرة قصفت في مركزاتهم أكثر من مرة حاولنا كذلك الدخول معهم في تفاوض من أجل خروجهم ونكون نحن وسطاء مع جانب تشادي أو الرئيس دريس دبي ولكن الآن وجدناهم يدخلوا مع القوات القاعدة خطر القادم على تشاد ولما نقول نحن القوات دور قوات مسلحة في صون الأمن الإقليمي والدولي هذه القوة فيما لو نجحت وتمركز تراستنوف ودخلت سيكون الدور القادم هذه القوة تنتقل إلى أنجمينها مدعومة من سمدعمها من تنظيم القاعدة وتنظيم الأخوات المسلمين لأن هذه هي الصفقة أدعمني اليوم بمقاتلين ندعمها غدا بالمال والسلاح والعتاد للرجوع لأنجمينها نحن الآن حمينا أنجمينها من هذا العمل وهذه إحدى النجاحات قوات مسلحة العربية الليبية السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إكرام رجاب من راديو زين طبعا سيادة العقيدة من المواطن اليوم خصصنا حلقة أو خصصنا مساحة بالأحداث اللي جارية في راستانوف وعندي عدة أسئلة وانتمنى من حاضرتك أنك تجاوب عليها أول سؤال طبعا المواطن يتسأل ألم يكن لدى غفة العمليات الخاصة بالجيش سرية استطلاع تستطلع أن هناك قوات معادية متحركة اتجاه الهلال المفطي وقال أين كانت في تلك الأوقات أو في ذلك الوقت والسؤال الثاني إلى متى سيستمر عمليات التهديد للحقول النفطية وما هي الاستراتيجية القادمة بحيث أن نحم الرأسنا نوف للحقول النفطية والسؤال الثالث كيف يرى السيد الناطق العسكري الوضع على الجبهة عموما وكيف مواجهة الخلايا النائمة التي بدأت تظهر في بعض المناطق والسؤال الأخير السؤال الأخير المواطن الليبي ينتظر أخبار سريعة وسعيدة بخصوص استعدادات الجيش على كامل مناطق الهلال النفطي متى سنسمع هذا الخبر السؤال الأول نحن بدأنا نتعامل معهم على فكرة قبل وصولهم منطقة للصنوب بمسافة كافية ولكن نظرا للقوة الكبيرة لجوبيها قوة كبيرة جوبيها القوة المدرعة لأليات المدرعة جوبيهن بشكل سريع جدا استطاعوا الوصول ونحن نتعاملنا معهم من قبل اسبوعين أو حوال عشر أيام حتى في حق المبروك وكان في طار الاستطلاع الجوي المنطقة بالكامل كانت على استطلاع وتمت هما تصربوا مجموعات يتصربونها لم يأتوا بخمس سيارات ست سيارات أربع سيارات ويقوموا بالتجميع بعد الانطلاق تعاملنا معهم ولكن كانت قواتهم النارية كبيرة جدا كانت السرعة الأليات الحديثة المدرعة كذلك في كلام تسمعوا بعدين ما نقوله الآن السؤال الثاني الموقف العام أننا عطيته الآن عشرة على عشرة كم لخ ثاني متى سيستمر عمليات التهديد على الحقول النفطية وما هي الاستراتيجية الممكن أولا الحقول النفطية ليست للقوات المسلحة عربية الليبية هذا مهم جدا لو كانت القوات المسلحة بعد البرقة الخاطف رأى عليها ضابط جيش مسكها ليست القوات المسلحة عربية الليبية ونحن شكر سيد سنع الله لليوم تكلم بيان جيد بعد ذلك اختفوي طبعا كذلك ليست لبرقة وليست البرامان هذه لكل الليبيين ويجب أن تحيد نحن بعد البرقة الخاطف بدرنا بيان بشكل مباشر تسليمها للموسطة النفط الليبية لأنها تحيد حتى في جانب السياسي ما تدخلش في جانب السياسي مصر فيها مركزي والنفط والمسلطة الدولة لا تدخل لا تدخل في السياسة حتى لو تغير الحكومة تغير رئيسي تغير كذا هذه الأشياء تقعد مستمرة هي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية هذه الأشياء تقعد مستمرة ما لاش علاقة بالوضع القائم ليش لأن هذه قوة الليبيين وأمن الليبيين والأمن القومي ورزق الليبيين في هذه الأشياء لأننا نحن سنقاتل في قوات المسلحة من أجل حماية مقدرة الشعب الليبي سنقدم الشهداء ولكن على الشعب الليبي لأنها كلها كلمة قوية خلفنا يجب أن يكون كل حد يأكل من هذا النفط ويشرب من هذا النفط عليه الآن أن يقف ليست المعركة نحن نعلم خفايا هذه المعركة نعلم خفايا كل طرف دخل في هذه المعركة سوى مدينة سوى حزب سوى تنظيم نعلم كل ذلك أحد الليبيين نعلم وضع الكلام جيدا ولكن الموقف يحتاج إلى موقف عام البرلمان اللي يمقى كلمته القوات المسلحة الآن تقاتل الشعب الليبي للكلمته من خلال البيانات ونحن نتمنى أن تكون في زخم الشعبي أكثر خاصة لإحماية مقدراتهم النفطية ولا يدعو للتقسيم ولا يدعو لأي شيء آخر نحن ندعو الآن لاحترام سيادة ليبيا السؤال الأخير كيف يرى السيد النطق العسكري الوضع على الجبهة عموما وكيف مواجهة الخلايا النائمة التي بدأت تظهر في كل طبعا على الجبهة الجبهة قائمة الآن إن شاء الله بعد ساعاتها تسمع أخبار حركة دولير اللي عندها سكر اليوم حير قد مطرية على آخر لكن حقيقة الخلايا النائمة حقيقة نحن زي البارح يعني بنغازي كانت خالية من رجال الأمن ومفروض في حالة نفير وفي حالة طوارد كل الناس في الشارع من رجل المرور إلى رجل المخابرات العامة إلى رجل بحث الجناي إلى الشرطة العادية المراقل الشرطة كل واحد في الحي امتاعه أو في المربع امتاعه يقوم بقفل المنطقة بالكامل ويقوم بتأمين المواطنين لأن رأوا الموضوع هذا لا يقلق الجيش هذا يقلق المواطن لا علاقة بالمواطن فأنا عمس لما كنت في الطريق عمس شفت بوابات ما شاء الله تمام يعني بوابات كل تفتش ولكن أفضل وفي نقطة آخرها مهمة مشكلة ضابط جيش تقوله تفضل البوابة مشكلة واحد لابس عسكري ولابس ضابط جيش تقوله تفضل خذ تعريفة وفتش لأنه نقع خروقات هذون بتخطف في أسليب غريبة جدا وبالتالي أي ضابط جيش تخطم البوابة يجب أنه هو يمتثل للتفتيش وعلى أنت اللي موجود في فرطة العسكرية اللي موجودة في البوابة أنت المسؤول أن تفتيش العسكريين خلايا النائمة تشتغل بلزي العسكري تشتغل بزي آخر تشتغل بأي زي كان خشين في أي تنظيم خشين فيه لابسين بشوق دوره في الشوارع وبالتالي المهمة هنا مهمة أساس الأمنية بالكامل أوكي أه أخويا محمد خلي سؤال واحد محمد المعداني رئيس تحليل صحيفة المستقبل سيادة العقيد لحظنا أن بعض القنوات المغرضة تبث سمومها وتنقل أكاذيب عن من يتمركز في المشاهدة النفطية وتوجه خطابها الإعلامي إلى المقيمين في منطقة الهلال النفطي ما هو الدور الملقى على عاتق المقيمين في تلك المناطق في المساهمة في المعركة في مناصرة الجيش شنو دورهم بالنسبة للقيادة العامة والوحدات والغرف العملية والابتعاد عن تمركزات العدو فقط هذا مطلوب منهم لا مطلوب منهم امتصالات ولا معلومات ولا مطلوب منهم حتى حاجة بك مطلوب منهم أن نتبعدوا على مراكز العدو ومراكز تجمع قوات العدو نحن نضربها الشيء الثاني أنهم يتوقعوا الحيطة والحذر أثناء التنقل توخد حيطة الحذر أثناء حتى في ظروف القاهرة للخروج المستشفيات لكذا لازم أن يكونوا هم من تبهين ويخرجوا حتى مع الطرق الرئيسية ليس مع الطرق فرعية باحتبار أننا الطرق الرئيسية فيها نوع من الطيار حتى الطيار لم يشوف هدف على الطريق الرئيسي يدرس هذا الهدف اش نوعه ولكن هم المهم مطلوب منهم الصبر والثبات وعدل مستماع للشائعات عدم القنوات التاحة الآن دمروا مخزون جيش الروسي من الدبابات في بنغازي لحد الآن نحن لم نستعمل لدبابات ولا الدروع ولا شيء في البريقا ولا في رسطنوف هم الآن يقولوا نحن دمرنا دبابات في رسطنوف دمرنا كذا وبالتالي هم الآن يقدموا على الإعلام سواء على الفيسبوك سواء في إذاعاتهم ولكن طبعا المعركة خاسرة بالنسبة لهم إعلاميا وعسكريا واجتماعيا 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 وسياسيا معركة خاسرة كل من حتى تروح في هذه الدائرة عليها نيوتوب ممدوح المالكي لقناة ليبيا الإخبارية سيادة العقيد سؤالي لك الأول هو ما موقفكم الحقيقي من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من محاربة الجيش للإرهاب في الهلال النفط في هذه اللحظات السؤال الثاني بخصوص حالة النفير التي أعلنها الجيش فيما يخص نريد منكم توضيحا حالة النفير التي أعلنت خصوصا ونحن بالأمس عندما تجولنا في مدينة بنغازي ووجدنا الوجود الأمني بسيط في المدينة من مقصود هل هو مقتصر على الجيش فقط أم لكل الأجهزة الأمنية وشكرا أولا نحن من لنا شيء علاقة بالسيد صنع الله على الإطلاق لا يتبع القيادة العامة ولنا يعني السلطة على الإطلاق هذا الرجل مدني يتبع البرلمان الليبي ونحن سلمنا هذه الأمانة في رقبته حرفناه من هؤلاء المجرمين وعطناها في رقبته هو والراجل تقريبا أصدر بيان جيد والبيان أكد فيه أن هذه المؤسسة محايدة ملاشة العلاق بالسياسة وتتبع البرلمان وقال مجلس الرئاسي ومجلس الرئاسي تقريبا انتهى رسميا وستطيع نسمع النواب أكيد لديهم بيان رسمي في هذا الجانب ما معنى كلمة النفير النفير هي تحويل المجهود الحربي للدولة من الحالة المدنية لحالة العسكرية مثلا المستشفيات تتحول إلى مستشفيات عسكرية الدكتور لما يكون ماشي المستشفى يجب عليه أن يلبس حتى البدل العسكرية الموظف صاحب المصنع اللي يصنع مثلا في أي صناعة يحولها من صناعة مدنية إلى صناعة عسكرية حتى مثلا صناعة الملابس تتحول إلى صناعة ملابس عسكرية كل المجهود العام للدولة يتحول من الحالة السلمية إلى حالة الحرب هذا معنا النفير وبالتالي كل شرطي وكل رجل أمن يتحول من هو شرطي تحقيقه أو شرطي مباحث إلى رجل مقاتل أو الصف الثاني بعد قوة مسلحة إذا كان الفرد في الخط الأمامي فتح ثغرة للعدو وخرج منها يعاقب كذلك رجل الأمن لم يفتح ثغرة للعدو والخلايا النائمة سيعاقب نفس الذن وبالتالي حالة النفير كل المؤسسات تتحول إلى ممكن تستمر التعليم فقط ولكن كل المؤسسات البقية تتحول إلى الاحتياط يلتح في المعسكرات الفنيين يتم استدعاهم المتقاعدين اللي يستفيدهم وخبرتهم يتم استدعاهم وفق قانون النفير قانون النفير لما يقفل حتى المطالة تقفل يسأل الداخل والخارج وفق قانون النفير هذا هو قانون النفير وهذا هو تعريفه وهذا تعريفه في جميع العراف وقول العسكرية لا في ليبيا بس في كل دول العالم عقيد مصير الخير المناطق والمدن التي تشكل تلك الجماعات عليها خطر مثل رأس لانوف لأربما اليوم تحدثنا عن مجزرة لعائلة قامت تلك الميليشيات بقتلها ثلاث سؤال اسمح لي المناطق والمدن المنطقة الشرقية سمعنا عن شباب أرادوا أن ينخرطوا في سفوف أو يلتحموا بالقوات المسلحة للذهاب إلى الهلال النفطي ما صحت تلك المعلومات ومتى سيكون دورهم إذا كان هناك دور لهم شكرا نبدأ معكم الأخير دور الشعبي في حالة الحروب تلبية نداء قوات المسلحة عند الاستدعاء أو إعلان التعبية العامة وهذا لم يعلن حتى هذه الساعة ونحن نشكر الشباب وخاصة شباب بدينة طبرق أصدروا بيان رسمي من ميدان الشهداء في طبرق وأكدوا على أنهم جاهزين من الساعة الأولى على فكرة من الساعة الأولى أصدروا هذا البيانهم جاهزين للمعركة في منطقة الحقوق النفطية ومستنطقة قوات المسلحة بأنغازي كذلك كل المدن صراحة ولكن نحن قواتنا الآن مجهزة بشكل جيد عتاد وعدد ولن نريد الباك هذه القوات بقوات أخرى مساندة الآن السؤال الثاني نحن فعلا لما وصلنا الهلال النفطي أصبحنا في حالة دفاع لأمر ما عند القائد العام لم يصدر الأوامر بالتقدم لهدف آخر وهذا الشيء يرجع دائما للقيادة العلية لنستطيع الخوث فيه على البلاق سؤال حقيقة نحن لدينا استراتيجية أخرى في هذا الأمر وهذا سؤال مهم جدا نحن كنا بإمكاننا نخلو رسل الوف لكن إلينا يثبوا لي في رسل الوف وخاصة في رسل الوف أننا في عائلات من المنطقة الغربية الاسم من المنطقة الشرقية وبالتالي ستكون هناك أزمة إنسانية رأينا نحن نخرج وبعد ذلك نعرف كيف نعود وهذا ما كان وهذا ما حدث وهذا ما قواتكم مسلحة تطبق فيه على الأرض شكرا لحضوركم شكرا لكل من نقل هذا المؤتمر سواء على الهواء إذا كان في سؤال آخر شكرا لحضوركم بارك الله فيكم إذا كان بكرة أي متغيرات سنكون معكم في مؤتمر صحفي مباشر وسننقل لكم الحقائق أي استفسار في أي لحظة في أي وقت تفضلوا نحن قد في خدمتكم علميا وننقل لكم الحقائق علمية كل ما نعطي لكم هو الحقيقة على الأرض هذا شعب لن نستطيع أن نزيد أو نقص في الرؤية الأشياء الاستراتيجية والتعبوية هذه شيء نخلق في القيادة العامة ولكن بقية المعلومات نعطيها لكم إن شاء الله بشكل واضح وشكل جلي وفأي لحظة كانت شكرا لكم على حضوركم شكرا لأخوة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هذا المؤتمر الصحفي لمتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني ليبي العقيد أحمد المسماري ليتحدث فيه عن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العربية اليوم في غرب بنغازي وبالفعل أكد العقيد أحمد المسماري على أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن السيطرة التامة على هذه المنطقة وربما ليس لدى العدو سوى الاستسلام أو الموت لدينا الكثير من التساؤلات نطرحها للأزمة في ليبيا إلى أي مدى ستوازي هذه العمليات العسكرية وهذا النجاح في هذه العمليات العسكرية وتوازي التحركات السياسية في نفس الوقت على أرض الواقع لحل الأزمة الليبية من جذورها تمتلك ليبيا بالطبع ثروات كبيرة من الوقود يجعلها تصنف من أغنى دول النفط ولكن بعد أن كان النفط أهم مصدر للدخل في ليبيا بات اليوم سببا رئيسا في انهيار الاقتصاد والمنظومة الاقتصادية ككل وذلك كان يعود إلى وجود الجماعات المسلحة وأيضا وجود تنظيم داعش الإرهابي حيث شهدت بالفعل حقول ليبيا هجمات متكررة لتنظيم داعش لعل أبرزها كان في مطلع 2016 الهجوم على ميناء أي مرسى الحريقة والبحري والمبروك ويعني حاول تنظيم الإرهابي تنظيم داعش لاستلاء على كميات هائلة من النفط ومنع خروجه للأسواق وهدد وكان يهدد من حين لآخر بتفجير هذه الحقول ووسط تلك المطامع يقود الجيش الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر حربا شارسة للتصدي لكل هذه الميليشيات وللخروج من هذه الأزمة الليبية التي نتمنى أن تحل عسكريا وسياسيا إليكم مشاهدينا تذكرة بأهم العنوين ألقاكم على رأس الساعة القادمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة